بعد أن ذكرنا نحن في الحلقة السابقة الرواية التي أشار إليها الشيخ ابن تيمية فيما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد وصلتني رسائل كثيرة تطالب الوقوف عند هذه النقطة التي أشار إليها ابن تيمية في كتابه الذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة وهو بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث الذي هو بتحقيق الدكتور أحمد معاذ حقي هناك بعد أن نقل الرواية قال فإن مقدار بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه العبارات فإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده إثنة عشرة ساعة يعني اليوم الذي عندنا 24 ساعة عند الله سبحانه وتعالى نصفه يعني كل ساعتين عندنا تعادل ساعة واحدة فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم يعني الذي قام بعمل في يوم السابقة الله سبحانه وتعالى لا يحصل له علم بما عمله زيد في يوم السابقة مؤلء البشرية باعتبار الإلهية ساعتين يعني الست ساعات الأولى من اليوم الإلهي يحصل له علم بأعمال العباد فيحصل فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم فينظر فيه ثلاث ساعات يعني ثلاث ساعات الأولى يعني افترضوا من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة السادسة صباحا مثلا فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك إذن عندما عمل الإنسان العمل يوم السابقة الله لا يعلم به إذن يغضب أو لا يغضب لا يغضب أما بعد أن علم بذلك فقد غضب يغضب لذلك فيغضبه ذلك جيد أول ما يغضب أول من يعلم بغضبه منهم يقول حملة العرش باعتبار أن هؤلاء الحمل يحملون العرش والله عندما يغضب يزداد وزنه وثقله فالحمل الذين يحملون أنت تجدون بأن هذه اللوازم كلها لوازم مادية لوازم الجسمية الجسم المادي فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش كيف يعلمون بذلك قال يجدونه يعني يجدون العرش الذي عليه من الذي عليه الحق تعالى يجدونه يثقل عليهم فيسبحه الذين يحملون العرش وذكر الخبر سأل بعد ذلك إن شاء الله أقرأ الخبر يقول اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره لا يؤول ولا يؤول أبدا 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 طبعا هذا الكلام دينقله عن الآخرين ولكن بعد ذلك لا يناقش هذا الكلام يكون المشاهد الكريم على دقة هذا ليس كلام ابن تيمية ولكن هذا كلام الشيخ آخر من علماء المجسمة والمشبهة هو دينقل كلامه ولكن بعد ذلك يرد عليها ولا يرد أبدا أبدا هذه أعلم أنه غير ممتنع هذه عبارة ذلك أولئك غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره وأن ثقله ثقل العرش يحصل بذات الرحمن ليتبادر إلى ذهن أحد أن هذا الثقل بقوة معينة أبدا وإنما بذاته بوجوده يثقل بكتلته قال وقيل أنه تتجدد للعرش صفة يثقل تتجدد له أي لله صفة يثقل بها على العرش ويزول في حال كما تتجدد له صفة الإدراك إلى آخره هذا يدخل في باب ماذا؟ في باب التغير هذا معناه أن الله إذن تارة خفيف وطارة ماذا؟ ثقيل إذن يختلف حال إلى حال وهذا لازمه الآن أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل حدوث عين الحدوث اسمحوا لي دكتور وقعاً الآن أريد أن المشاهد هو يصل إلى الحقائق هذا الحديث الذي قرأته تفصيله موجود في كتاب العظمة كتاب العظمة تأليف أبي الشيخ الإصبهاني المتوفى سنة يعني أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المتوفى سنة 329 من الهجرة الجزء الثاني الكتاب يقع في خمس مجلدات دراسة وتحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المبارك فوري دار العاصمة للنشر والتوزيع أبين أيضاً الطبعة لأن هذا الكتاب لم نشر إليه فيما سبق الطبعة الثانية 1419 من الهجرة المملكة العربية السعودية الرياض في هذا الكتاب الذي يقع في خمس مجلدات هذا المجلد الثاني صفحة 477 من الكتاب رقم الحديث 147 الرواية عن ابن مسعود يقول إن ربكم تبارك وتعالى ليس عنده ليل ولا نهار إذا صحت هذه الرواية عن ابن عباس كما يقولون إذن هذه الاثنعش ساعة إذا الليل ونهار يعني كله نهار كله ليل أو لا ليل ولا نهار الرواية لا تبين نعم تقول إذن لا تنفصل نصف ليل ونصف ماذا؟ نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه لعله إشارة إلى قوله الله نور السماوات والأرض طيب وإن مقدار كل يوم عنده ثنتي عشرة ساعة كما أشار إليه ابن تيمية فيعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار يعني أول النهار من ماذا؟ من اليوم التالي واليوم فيها ثلاث أول النهار من اليوم فيها ثلاث ساعات فيطلع فيها على ما يكرى فيغضب كذلك فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة فينفخ جبريل في القرن هس هذا الذي في الروايات واردة فلا يبقى شيء إلا يسبحه غير الثقلين فيسبحونه هاي الملائكة المقربين غير الثقلين يسبحونه ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن عز وجل رحمة فكأنه عندما يغضب يفرغ يصفارغ يعني بعبارة أخرى كان ممتلئا فبالغضب ماذا؟ يفرغ وجوده لا رحمة عنده فعلا وأنا ما أعلم هس الغضب والرحمة هل هما أمور مادية أو أمور معنوية إذا كانت أمور مادية خب إذا كان يفرغ لابد يخف وزنه إذا يغضب ماذا؟ يثقل وزنه والجميع قالوا أن الغضب والرحمة من الأمور أمور المعنوية وليست أمور ولكنه هنا ماذا؟ بغض النظر عن أنه ما معنى أنه يمتلئ هذه اللي يمتلئ مقابله ماذا؟ يفرغ يعني يفرغ مولانا وهذا يخالف قوله تعالى الله الصمد يعني ليس بفارغ أحسن كيف ينسجم هذا؟ ألا إلى حوال ما رد أدخل فيه تعليق على الرواية كثيرة فتلك ست ساعات إذن الله سبحانه وتعالى بحسب هذا النص الباطل ولكنه هذا اعتقاد ابن تيمية وأتباع ابن تيمية يعتقد بحسب هذا النص الله في الساعات الثلاثة الأولى يعيش حالة ماذا؟ الغضب الغضب في الساعات الثلاثة الثانية اللي تعادل ست ساعات عندنا يعيش حالة ماذا؟ الرضا ليس لحالة الرضا حالة أنه يمتلئ رحمة تعود الرحمة إليه يعني حتى يرجع ويكون في حالة طبيعية فتلك ست ساعات بعديا ثم يؤتى بما في الأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات فيصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإن هذا فتلك تسع ساعات ثم ينظر في أرزاق الخلق ثلاث ساعات فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو بكل شيء عليم فتلك ثنت عشرة ساعة هذا البرنامج اليومي لمن؟ لرب العام ساعات العمل والدوام الرسمي يعني كل ساعاته الله يشتغل بل كل ساعاته والله يعني الإنسان يأسف أنه وقت يخلي يقرأ هكذا روايات ولكن أنا أريد أبين لكم هذه عقلية القوم هذه عقلية ابن تيمية التي يقول بعد نقل هذه الرواية يقول بأنه ليس في الخبر ما يمتنع بظاهره على الله سبحانه وتعالى يعني أن هذا الخبر ماذا؟ يحمل على ظاهره ثم قال كل يوم هو في شأن هذا من شأنكم وشأن ربكم عز وجل إذن أنتم لكم برنامج عمل هذا من برنامج العمل جنو هذا من برنامج العمل هذه الرواية واقعاً ستطول شوية المقدمة وأنا أأسف للمشاهد واقعاً أعتذر له أنه ما كان بيودي أنه تطول هذه الرواية بشكل واضح وصريح تبين حقيقة لا أدخل في التفاصيل أنه لا يعلم أعمال العباد حين وقوعها في الخارج لا يعلمها قبل ذلك جزماً لا يعلمها ماذا قبل ذلك حتى حين وقوعها لا يعلم وإنما يعلم بها بعد أن كان جاهلاً وبعد إخبار الملائكة المهم أسأل أن أقول لكم لا أدخل في التفاصيل المهم الله لا يعلم أعمال العباد في وقتها وإنما يكون علمه بعد جهل بها كما قرأنا الرواية مفصلة من هذا الكتاب السؤال هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة الجواب أنه معلق بيان تلبيس الجهمية يحاول أن يقول أن الرواية ضعيفة السند وهذا ما أشار إليه في صفحة 266 طبعاً المشاهد الكريم لا بد أن يعلم هذه الرواية لم ينقلها بطولها وإنما نقل بعضها قال الرواية عن ابن مسعود في بيان تلبيس الجهمية في صفحة 263 إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار إلى أن يقول فينظر ثلاث فيطلع فيها على ما يكره فيغضبه ذلك إلى أن يأتي إلى هنا الرواية يأتي المعلق يقول هذه الرواية لا يمكن قبولها قلت هذا الحديث بهذا السند ضعيف وقد ذكره المؤلف من باب الشواهج هذا من يقول المحقق ها محقق بيان تلبيس الجهمية أنا أشير إلى هذا حتى لا يقول قائل غدا أن سيد الحيدري يقرأ روايات ضعيفة السند وكذلك هذه الرواية عندما جاء إليها المحمد بن إدريس الذي حقق كتاب العظمة أيضا قال الرواية إسناده موقوف ومجهول جيد جدا إذن من حيث السند نحن كلامنا مع ابن تيمية الذي أولا لم يناقش سند ماذا الرواية افترضوا أن هؤلاء المحققين ماذا قالوا قالوا أن الرواية ضعيفة السند ولكن الكلام أنا أسأل هذا السؤال واقعا ابن تيمية وأدباع ابن تيمية يعني لو فرضنا أن الرواية كانت ماذا صحيحة السند واقعا الله سبحانه وتعالى يعلم أعمال العباد بعد جهل ولذا تجدون أن من حقق كتاب العظمة ملتفت إلى هذه القضية ماذا يقول يقول أن في متن الرواية غرابة حيث حدد فيه الساعات شون الله عد ساعات ملانا شون الله سبحانه وتعالى له زمان كما كن فيكون أين والساعات أين أن الله ينظر في ثلاث ساعات في كذا وثلاث ساعات في كذا وكذا قوله حتى يمتلئ رحمة يقول أيضا هذه غريبة يشبه ما ورد في التملؤ فكل ذلك يكفي لضعف الحديث وبطلانه هذا الرجل ملتفت يقول حتى لو فرضنا أن الحديث صحيح السند المضمون ما هو؟ المضمون باطل لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال ولكن أنا حديثي الآن لا مع محقق كتاب العظم ولا مع محقق كتاب ببيان تلبيس الجهمية أنا حديثي مع من؟ أنا حديثي مع الشيخ ابن تيمية الذي عبارته هكذا بشكل واضح وصريح التفت جيدا في الصفحة 272 من بيان تلبيس الجهمية يقول اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره خلص يقول باعتقالي جيد جدا أنا السؤالي هذا الآن ما لدي أتكلم مع المحققين أتكلم مع ابن تيمية يا ابن تيمية افترض أن الرواية صحيحة السند ماذا تقول في المضمون؟ يقول المضمون لا إشكال في صحته بل لا حاجة لتأويله نعم إذن يعتقد الشيخ ابن تيمية أن علم الله بأعمال العباد إنما يكون بعد جهله بها